موسيقى بعد أن فضح المسؤول عن مقتل مهثاء ميني النظام الإيراني يخفي قائدا سابقا بالحرسة التورية تحشيد عسكري أمريكي روسي في الشمال السوري استباقا لعملية تركية برية طي صفحة الخلاف اتفاق سوداني أثيوبي على حل ملفي الحدود وسد النهضة الورقة البيضاء تفوز للمرة الثامنة برلمان لبنان يفشل بانتخاب الرئيس وانتظار قمة بايدن ماكرو نشر إخبارية مفصلة لأهم الأنباء من الحدث أحييكم داهمت قوات الأمن الإيرانية منزل محمد باقر باختيار القائد السابق بالحرسة التورية الإيراني واعتقلته وصادرت بعض متعلقاته الشخصية ونقلته إلى مكان مجهول بحسب ما ذكر موقع سحام نيوز الفارسي وكان باختيار نشر تجيلا صوتيا قال فيه أن السلطات الإيرانية تحاول تستر على مقتل مهثاء ميني وأنه كان عليها أن تقبل على الفور مسؤوليتها عما حدث وتقدم الاعتذار كما كشف في وقت سابق أن فحوصات طب الشرعي تشير إلى أن أميني دخلت في غيبوبة وتوفيت بسبب ضربات على الجمجمة بحسب معلومات قال إنها سربت له من داخل النظام قدرت منظمة هران لحقوق الإنسان في إيران عدد القتل في الاحتجاجات الأخيرة بنحو 459 قتيلا في فترة تمتد فقط من 17 سبتمبر إلى 29 نوفمبر هذا العام وعدد القتل هذا الذي يبلغ 459 من بينهم 64 طفلا ومراهقا دون سن الثمينة عشر وواحد وستون من قوات الأمن ويقدر عدد المعتقلين بنحو 18 ألفا ومئة وخمسة وتسعين شخصا منذ بدء الاحتجاجات فيما بدأت أحكام الإعدام والسجن المؤبد تطلق على بعضهم قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها إن الحكومة الإيرانية صعدت من جهودها لقتل واختطاف الناشطين والصحفيين المعارضين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكشفت الصحيفة عن وثائق حكومية ومقابلات مع 15 مسؤولا في واشنطن وأوروبا وشرق الأوسط كشفوا أن أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية تعتمد على عملاء ووكلاء لتنفيذ خططها فتقدم مبالغ مالية ضخمة للمجرمين وتجار المخدرات مقابل تنفيذ مخططات القتل وذكرت واشنطن بوست أن طهران استهدفت مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية وناشطين فرين إلى الخارج بالإضافة إلى العاملين في المنظمات الإعلامية التي تنتقد النظام كما أفادت مصادر واشنطن بوست بين الأجهزة الأمنية الإيرانية دأبت على تنفيذ عمليات قتل المعارضين خارج إيران منذ تولي النظام السلطة منذ أربعة عقود وقالت المصادر أنه بين عامي 2015 و2017 قتلت طهران ثلاثة معارضين على الأقل في أوروبا الغربية من بينهم ناشط عربي إيراني قتل بالرصاص أمام منزله في لهاي وكانت هولندا تهمت إيران بالتورط في مؤامرات اختيال ومحاولات تفجير في أوروبا عام 2018 فيما تقول واشنطن بوست أن إقاع مخططات القتل الإيرانية زاد خلال العامين الماضيين بشكل كبير مصادر واشنطن بوست كشفت أن وكالات الأمن الغربية أحبطت محاولات اختيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتن في واشنطن ومحاولة اختطاف صحفية الإيرانية الأمريكية مسيح علي نجاد في نيويورك في تلويح جديد باستمرار القمع أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على عدم السماح لأحد بسهداف أمن واستقرار الشعب على حد تعبيره مضيفا في تصريحة رسمية أنهم سيضحون بأنفسهم من أجل الشعب والنظام والبلد بدوره قال الرئيس الإيراني أنه يجب ملاحقة ومحاكمة العناصر المتورطة بارتكاب جنايات في محافظة كردستان غرب البلاد إبراهيم رئيسي دعا من محافظة كردستان مهد التظاهرات إلى التصدي لمن وصفهم بأعداء إيران ردت الخارجية الفرنسية على سدعاء سفيرها في طغران على خلفية اعتماد الجمعية الوطنية قرارا يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران وجاء في رسالة الخارجية أن فرنسا تكرر إدانتها الشديدة للقمع المستمر والهجمات المتعددة على الحريات الأساسية في إيران وتؤكد من جديد أن تطلعات المتظاهرين إلى مزيد من الحرية واحترام حقوقهم هي تطلعات مشروعة ويجب سماعها أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتني بلينكين أن النظام الإيراني يسيء فهم مواطنه بشكل عميق عندما يلقي اللوم على جهات خارجية في الاحتجاجات وفي تصريحة لشبكة سينان الأمريكية أضاف بلينكين أن أحد الأخطاء العميقة التي يرتكبها النظام هو محاولة توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وأوروبا وزير الخارجية كشف عن خطوات تتخذها الدبلوماسية الأمريكية عبر المنظمات الدولية ومع كثير من البلدان لتوضيح القمع الذي يجري مضيفا أن الولايات المتحدة عملت على ضمان وصول الشعب الإيراني لتكنولوجيا الاتصالات التي يحتاجونها للبقاء على اتصال مع العالم الخارجي نحن نرى أن الطريق الدبلوماسي الطريق الأحسن الطريق المفضل ولكن في نهاية المطاف الرئيس بايدن كان واضح جدا هو لن يسمح النظام الإيراني أن يمتلك الإسلحة النووية إذن لدينا كل الحيارات كل السيناريوهات أمامنا ونحن مستعدون الولايات المتحدة مستعدة لأي من السيناريوهات نحن نفضل المصاري الدبلوماسي نحن نشجع الهكومة الإيرانية لعودة إلى التاولة المفاوضات ولكن حتى الآن نحن نرى أمامنا الإمكانية لوصول إلى الحل الدبلوماسي إذن نخل في العين الإتبار كيف النظام الإيراني يمول الإرحاب والمجموعة الإرحابية في المنطقة كيف النظام الإيراني يمول ويرسل الأسلحة لبعض المجموات الأخرى في المنطقة منهم الهوثيين وحزب الله وإلى آخره إذن نخل في العين الإتبار كل هذه النشاطات مزازة الاستقرار هل من الممكن أن نسمح هذا النوع من النظام أن يمتلك الإستهار الناوية؟ لا لذلك لدينا هذا التركيز على البرنامج الناوي في نفس الوقت عندما لدينا التركيز حول هذه التهديدات أخرى من إيران معنا من لندن لمناقشة كل هذه التطورات الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، مساء الخير أستاذة وجدان أهلا بك معنا في هذه النشرة على شاشة الحدث سأبدأ من زيارة الرئيس الإيراني إلى كردستان تحديدا مهد التظاهرات ليقول أنه يجب التصدي لمن هم أعداء إيران ماذا تعني هذه الزيارة وهذه الرسالة؟ تحياتي لك أستاذة لارا ولمتابعيك الكرام أعتقد أن الرسالة هي شقين الشق الأول يريد من خلالها إبراهيم رئيسي يبين بأن استطاعت القوات الأمنية السيطرة على الاحتجاجات في قرب البلاد بالتحديد في مناطق الكرد وبأن القوات الأمنية استطاعت أن تعيد الأمن مرة ثانية للبلاد الأمر الثاني أنه يحاول توجيه رسالة إلى المعارضة التي ما زالت نشطة في كردستان وأيضا لباقي المناطق التي لديها حراك قوي في ما يتعلق بموضوع بلوشستان ومناطق أخرى بأن ستطال العدالة أو بأن القوات الأمنية أيضا ستلاحقكم جميعا ولا يمكن الإفلات من العقاب ويحاول أيضا تهديئة الأمر في نفس الوقت فعليا كلام الرئيس الإيراني يهدئ الوضع هل حمل أي شيء يمكن فعلا أي يوحي للمتظاهرين بأن هناك استعداد للنظام بالقيام بما يجب القيام به على الأقل لتهديئة الأمور هذا لا يوجد فعليا هو لا يوجد لكن هذه نظرة النظام أيضا حتى في موضوع بلوشستان وإرسال وفد من بيت المرشد إلى بلوشستان كان الهدف منه هو تهديئة الأوضاع لكن واقع الأمر يشير خلافا لذلك لأن النظام لم يتخذ قرارات حقيقية فيما يتعلق بموضوع التهديئة ومحاسبة المسؤولين الأمر نفسه أيضا ولهذا فشل وفد خامني ولهذا زيارة إبراهيم رئيسي وأيضا لقائه مع رجال الدين في كردستان كان ينوي من خلاله باعتبار أتى لتهديئة الأمور لكن تصريحات إبراهيم رئيسي والواقع على الأرض يشير إلى خلاف هذا الأمر هناك الكثير من الضحايا في كردستان قتلوا دون ذنب وبدلا من محاسبة المجرمين والقتل في كردستان نشهد بأنه يشيد بالقوات القمعية وفي نفس التوقيت أيضا يقوم بتهديد النشاطاء الكرد في كردستان بالنسبة للتطورات الأخرى اليوم المعلومات التي تتحدث عن اعتقال قائد سابق بالحرس الثوري لأنه كشف تفاصيل عن مقتل محسى أميني هل هذه لديها أي دلالات بالنسبة لوضع الحرس الثوري؟ وإلى أي مدى هو متماسك مازال بموضوع مواجهة أهل البلد هذه المرة هو لا يتعطى مع معارك خارجية؟ نعم فيما يتعلق بموضوع اعتقال باختيار أيضا شاهدنا بأن الصحفية التي نشرت خبر مقتل محسى أميني من داخل المستشفى تم اعتقالها بسرعة من داخل المعتقل تم اعتقالها بسرعة لذلك في هذه المرة اعتقال قادة من الحرس الثوري الإيراني وأيضا كانوا مشاركين في المعارك في الحرب الإيرانية العراقية يريد أن يرسل رسالة لأنه يعرف تماما بأن هناك العديد من القادة في الحرس الثوري الإيراني وأيضا ضباط في الحرس الثوري الإيراني كانوا مشاركين في الحرب الإيرانية سابقا أيضا لديهم نفس الاعتقال الذي لدى باختيار ولهذا يحاول من خلال اعتقال باختيار إرسال رسالة لباقي القادة والضباط الذين قد يقومون بإدلاء التصريحات في هذا المجال لكي يحاولوا على أقل تقدير يبينوا بأنه ما زال الحرس الثوري الإيراني متماسك لأنه أصبحت هناك عوائل القادة في الحرس الثوري الإيراني أيضا شاركوا في الاحتجاجات وتم اعتقال البعض منهم ومن قام بإدلاء التصريحات على العلن أيضا تم اعتقاله خوفا من أن تنتشر هناك أخبار أكثر وأن تظهر هناك قيادات أكثر حول هذا الموضوع لنشر أكاذب النظام شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن الباحث في شأن الإيراني وجزان عبد الرحمن هذه نشرة مستمرة فيها بعد الفصل فصل دراسي غير مألوف في خيمة لاجئين بإدلب توفر التعليم لعشرات الطلاب حشود عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية ترابلس القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبيبة وبشاغة؟ هناك انسداد في المصار السياسي وهناك انسداد الآن في المصار العسكري أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس هذه المرة علامة الاشتباكات التي اندلع تيادة طابع سياسي بحث لا أتكلم عن الانتكلمات السياسية تقدر ما أتكلم عن إحداث حاصلة تتحمل سريعنا الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن تتم وقف إطلاق النار وسوف تكون المأساة كبيرة أي كان السبب وأي كان للبات راحة ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء والمدنيين الحالة الميليشيوية التي تمر بها البلاد الأرض ألا طبع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لم يستطيع أحد منه النجاح؟ الوجع لا يعرف هوية الموت ليس له بوصلة والحروب لا تترك خلفها إلا القصص وأناسا بلا علوين أهلا بكم من جديد قال وزير الدفاع التركي أن واشنطن طلبت من أنقرة إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة شمال سوريا وأن أنقرة طلبت في المقابل الوفاء بتعهدات المقدمة لها مضيفة حذرنا الدول الحليفة بضرورة إبعاد المجموعات المسلحة عن أراضيها وبعد أيام من الترقب في شمال سوريا يبدو أن مصير العملية البرية المزمعة سيحسم اليوم حيث بدأت قبل قليل جلسة مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رئيس رجل طيب أردغان لمناقشة مكافحة الإرهاب والعمليات البرية المحتملة في سوريا الاشتماع الدوري السادس والأخير هذا العام يناقش الضربات الجوية التي نفذتها تركيا ضد المسلحين الأكراد في شرق سوريا وشمال العراق كما يتم إجراء في الاشتماع تقييمات متعددة الأبعاد لعمليات برية جديدة في الشمال السوري الاشتماع يناقش أيضا الوضع الأخير لعمليات الجيش التركي في شمال العراق أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول قوافل تابعة للتحالف الدولي خلال 48 ساعة الماضية إلى شمال وشرق سوريا وقال المرصد أن القوافل قدمت من معبر الوليد الحدودي مع أقليم كردستان العراق وتضم أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية بينها أكثر من 240 شاحنة تحمل على متنها مدافع وأسلحة رشاشة تقيلة ومعدات عسكرية وذخائر بالإضافة إلى صهاريج وقود توجهت إلى قواعد التحالف الدولي المنتشرة في محافظات الحسكة يسابق فنيون الزمن لإعادة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء إلى العمل في شمال شرق سوريا بعد أن أصابتها ضربات تركية بأضرار بالغة قبل نحو أسبوع وأدى القصف التركي على الحسكة في 23 من نوفمبر الماضي إلى تدمير حقول الغاز والنفط والمحطات وبينها محطة سعيدة التي تلعب دورا أساسيا في توفير التيار الكهربائي لمناطق واسعة من الشمال الشرقي في سوريا قرب الحدود التركية هذا القصف أدى إلى توقيف الآبار بكل حقول رميلان نهائيا وانقطاع الغاز وانقطاع الغاز يعني أنه لا في كهرباء ولا في الغاز المنزلي اللي بتتوزع أيضا بكافة شمال شرق السوريا هدف هذا القصف كان هو أنه يزرع الخوف بقلوب العمال والفنيين والمهندسين لبرميلان أنه ما عاد يشتغلوا ما عاد يجيون لمحطاتهم دخلت قافلة مساعدات أممية جديدة إلى شمال السوري قادمة من مناطق سيطرة النظام في حلب نحو شمال غربي سوريا وذلك عبر معبر سراق بترمب شرقي إدلب وتعتبر هذه القافلة التاسعة من حيث العدد الكلي لدخول القوافل عبر الخطوط منذ قرار تمديد ألية المساعدات عبر الحدود المشروط بتمديدها عبر الخطوط في يوليو 2021 هذا فيما يعاني أطفال المخيمات بإدلب السورية من غياب نقاط تعليمية متاحة إضافة إلى عدم وجود معلمين إلا من متطوعين يعدون على رؤوس الأصابع وذلك في ظل غياب أي دعم رسميا من أي جهة حاملا على أكتافه هم أبنائه يسير محمد مثقل الخطى نحو خيمته إدلس محمد وهو نازح سوري مقيم في مخيم بإدلب يعلم ابنه الصغير هذا بعضا من الحروف بعدما حرم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب الحرب بفكر شهرد تحاول هذه الفتاة التخلص من آثار الحرب والصدمات لتسترق وزملائها في الصف دروسا على أيدي معلمين متطوعين رغم غياب تأمين القرطاصيات والكتب يطالع أحمد الخالد في ابنه ولا يعلم أين سينتهي به المطافة خاصة وأن حبال الأزمة لم ترخى بعد كما أن منابع التمويل جفت بسبب انهيار تام في كافة أركان العملية التعليمية في البلاد هجرنا على زردان ومن زردان جينا على كفر جالس جينا قاعدنا بالمحطة أول سنة جتنا أستاذي ثانيين وصاري عملوا أولاد آخر شيء ما بقى حدي يتعرف علينا عنا أصفال لا في دراسة ولا في شيء ولا في شيئان عدد النازحين الذي فق المليون وسبعمائة ألف نازح بحسب المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين فقم من معاناة الأطفال خاصة في ظل شح الموارد المالية المحدودة المخاصصة للتعليم إن توفرت أصلا ومعنا من جناب فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى مساء الخير سيد فابريتسيو أهلا بك معنا في هذه النشرة على شاشة الحدث يعني بداية سنبدأ من الأوضاع الإنسانية بالشمال السوري خاصة وهناك حديث عن حملة عسكرية يتم التحضير لها من الجانب التركي كيف يمكن وصف الوضع حاليا بالشمال السوري قبل أي معركة قد تكون قادمة في شمال شرقي سوريا هي منطقة لما يصلها العنف والقصف في السابق بل هي الرقة والحسك وهذه المناطق شهدت نزوحا كبيرا وفيها أيضا ستة ألاف امرأة وطفل بمخيمات هناك ومواقع اعتقال في شمال شرقي سوريا دون عنف إضافي فهي منطقة غير مستقرة يهود فيها الناس بوضع صعب في وصولهم للإحتياجات الرئيسية ونحن نعمل هناك بسبب التوتر والنزاع والوضع الأمني هناك صعب جدا علينا لأن نعمل فيه هذا يعني فقط عند الحديث عن الحرب ماذا الآن عن الأزمات الأخرى التي تأتي بكل فترة انتشار الكوليرا آخر هذه الأزمات هل من إمكانية لتعاطي مع هذه الأزمة وهذا الوباء وبأي مناطق يمكن فعليا التعاطي معها وبأي مناطق يصعب الوصول إلى أهلها أنتما يأتي الأمر الأوباء مثل الكوليرا وغيرها نحن بحاجة لجمد جماعي في دعم القطاع الطبي والهلال الأحمر السوري لمساعدة المرضى واستقبالهم بالمستشفيات ويكون هناك أيضا في هذه المستشفيات تتوفر كل المساعدات الطبية وأيضا نعمل على البنية التحتية فالكوليرا هي عارض دليل على أن الخدمات العامة تعاني إن لم يكن قد انهارت بسبب الصرف الصحي والبياه النظيفة فالكوليرا ليست بحاجة لمطاعين فقط بل علينا أن نعمل على البنية التحتية التي أدت لهذه الأزمة بظهور الكوليرا هذا هو التحدي التحدي هو أن الموارد لإصلاح البنية التحتية ليس متوفر التمويل له فالمانحين ينسون تلك المنطقة والسورية بشكل عام إلا أن الشعب السوري لم يكن في وضع أسوأ مما يشهدونه الآن بغض النظر عن مكان إقامتهم كوليرا هي مجرد عارض للإنهيار والتدهور الشامل للخدمات العامة هل من مناطق بسوريا وضعها أسوأ من غيرها فيما يتعلق بالكوليرا الآن وهل الشمال الشرقي السوري من هذه المناطق الهشة الدولة بأكملها هشة بسبب عشر سنوات من الصراع والجائحة الكوفيد وأزمة الغداء فقد تعرضت سوريا لضربات عدة على مدى هذه السنوات وأزمات متكررة الشعب بشكل عام يشعر بضعف شامل وكذلك البنى التحتية فالدولة كاملة تنهشة وقد نكون نركز الآن في الشمال السوري وحول حلب إلا أنه منتشر في كل أنحاء البلاد ونحن نبدل كل الجهود الممكنة باحتواء هذه الأوضاع مع معالجة مسألة البنية التحتية فلا يمكن حل الكوليرا بدون توفير مياه نظيفة ولتوفير المياه النظيفة لا بد من توفير مواقع لتحلية المياه وهو لتنقية يعاب كل هذه الخدمات تقدم أدنى الحدود حالياً وخلال فترة ضئيلة ستنهار وينهار الوضع في كل سيريا وسيصبح مأساوياً يعني إلى جانب كل هذه الأزمات التي تتحدث عنها سيد فابريتسيو في أزمة أخرى كثيرون يتحدثون عنها هي مخيم الهول كيف يبدو الوضع الآن؟ وما الجهود التي تقومون بها داخل هذا المخيم؟ الوضع في المخيم علينا دائماً أن نتذكر أننا نتحدث عن مخيم فيه ستين ألف وتلثي هذا العدد من الأطفال الأطفال دون سن الخامسة وهناك بعضهم أكثر من إثنى عشر سنة لكن معظمهم من دون الخامسة فنحن هنا بصدد حماية هؤلاء الأطفال في منطقة إن كانت صيف فالجو حار جداً وإن كان شتاء فهو بارد جداً وتتذكرون السقيع العام الماضي والأطفال والنساء في هذا المخيم في وسط العدم لا يعرفون مصيرهم هم بالمخيم منذ أربع سنوات وظروف المعيشة صعب جداً ولا يصلون للتعليم إلا بحدود قليلة ولا يحصلون على الغداء والماء بشكل كافي فالأسبوع الماضي كان هناك عمليات عسكرية متزايدة بالقرب من المخيم سحب عدد كبير من الجهات التي تقدم الخدمات من المنطقة بسبب اندلاع الاقتتال بسبب العنف وزيادة العمليات العسكرية إلا أن السكان يعانون إحباطاً وبمشاكل نفسية وبمنطقة معزولة دون دعم وعندما يكون هناك أزمة أو عنف فعادة المؤسسات الإنسانية لا تدخل المخيم فالوضع الآن مقلق جداً شكراً جزيلاً لك على هذه المدخلة معنا على شاشة الحدث ضيفنا من جناب فابريتيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى شكراً لك أكدت مصادر كردية عراقية لصحيفة الشرق الأوسط أن لجنة المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنزع عليها في العراق ستباشر أعمالها بعد نحو أسبوع المصادر ذكرت أن الأطراف السياسية المعنية ستقدم خطتها لتطبيع الأوضاع في كاركوك ومدن أخرى لكن قيادات شعية في الإطار التنسقي استبعدت تسوية ملف عمره نحو عقدين بهذه السهولة وكانت القوى السياسية تفقت في اجتماع عقدته بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني ببغداد على تفعيل أعمال لجنة رغم اعتراض التركمان وقال مصدر كردي رفيع للشرق الأوسط أن لجنة ستضم أعضاء من الكرد والتركمان والعرب بعد تخصيص الأموال المطلوبة لتمويل أعمالها وأنشطاتها الرسمية وبحسب السياق الذي تفرضه المادة 140 من الدستور العراقي فإن اللجنة ملزمة بتنفيذ ثلاث خطوات هي التطبيع، الإحصاء السكاني، والسفتاء في المقابل قال قياديا في الإطار التنسقي للشرق الأوسط أن شيئا من هذا لا يحدث قريبا وأن أزمة كاركوك لن تحل حيث لا إمكانية ميدانية وسياسية لتطبيق المادة 140 وتوقعت مصادر سياسية على صلة من ملف كاركوك أن تكون اللجنة الجديدة مجرد غطاء شكليا لإبقاء الوضع في كاركوك على ما هو عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا لمناقشة هذا الموضوع من أربيل الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند مصر خير أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي هذه النشرة هذا المساء يعني موضوع خلافي وجدلي إلى هذا الحد وهو المادة 140 من الدستور ويأخذ عقدين من الزمن على الأقل من الخلافات وفيه كثير من النقاط العالقة كيف يمكن أن يطرح الآن مع إمكانيات حل له مساء الخير أستاذة لارة تحياتي لجنابك الكريم ولمشاهدكم الكرام طبعا تنفيذ المادة 140 وهذه القضية هي على الدوام وعلى مدى العقدين الماضيين وخلال كل حكومة هي كانت واحدة من المطالب الرئيسية لحكومة قليم كردستان بالمقابل هذا الأمر كان ملفا للتفاوض السياسي والضغط السياسي من قبل حكومات السابقة التي تشكلت فيها العراق نتحدث عن حكومة السيد محمد الشيع السوداني التي مضى على منحها الثقة ما يقارب 35 يوم هي وعدت في ورقة المنهاج الوزاري والاتفاق الحكومي على إعادة تشكيل لجنة المادة 140 خلال مدة شهر من تشكيل الحكومة وبالتالي أتصور بأن هذا كان أحد الالتزامات التي ألزم بها السيد السوداني نفسه ومضى أكثر من شهر ولم تشكل لجنة حتى الآن في ظل التقرير الذي تكلمتم عنه بأن قوى الإطار تستبعد إحياء هذه اللجنة أو أنها مجرد غطاء سياسي بالتالي أتصور بأن هذا الأمر ينسحب على الالتزامات الأخرى التي وعدت بها قوى الإطار وحكومة السوداني الأطراف السياسية الأخرى يعني لا إحياء هذه اللجنة أستاذ الأرى بحسب التوقيتات التي ألزمت الحكومة بها نفسها لم يعلن حتى الآن عن إعادة تشكيل هذه اللجنة أو تسمية أعضائها أو فيما يتعلق بالفقرات الأخرى المنهاج الوزاري فيما يتعلق بالعلاقة مع أقليم كردستان صحيح أنه ذكر هذه المسألة خلال مدة شهر لكن هو أيضا أشار إلى جوانب أخرى من بينها تضمين المنهاج الوزاري اتفاق سنجار الذي عقد في أكتوبر من عام 2020 وهذا أيضا لم يطبق حتى الآن مسألة من الفراغات الأمنية بين خطوط الدفاع الاتحادية وقوات البيشمرقة هذه أيضا واحدة من الأمور التي وعد بها الأطراف الكردية ولم تنفذ حتى الآن وانشغلت الحكومة بقضية تواجد الأحزاب المعارضة الإيرانية واستطاعت إيران أن تفرط أولويات جديدة على الحكومة العراقية بسبب هذا الانشغال كان فيه لقاءات حتيثة بين بغداد وأربيل وكان فيه معلومات قالت أنه طرحت المواضيع الخلافية كلها وكان فيه توجه لنوع من التهدئة من جانب الطرفين فعليا ألم تعجل هذه اللقاءات بما كانت وعدت به الحكومة منذ تسلمها السلطة؟ يعني قد تكون الأيام المقبلة وقد نمضي باتجاه تشكيل أو إعلان حكومي عن تشكيل هذه اللجنة وتكون هي ضمن المدة التي ذكرت فيها المنهاج الوزاري لكن الجوانب النظرية ربما تختلف بشكل كامل عن الجوانب التطبيقية وعلى الأرض تعلمين أستاذ الآربي أن الشريط المتنازع عليه التي تسمى دستوريا المناطق المتنازع عليها وضعها الآن عفوا وتحديدا بعد عام 2017 يختلف عن وضعها قبل هذا التاريخ وعندما شرع الدستور في عام 2005 والتوقيت النهائي الذي كان يظهر أن تنفذ به في عام 2007؟ أي بمعنى بأن الأطراف المسيطرة على الأرض توازن القوى، الفصائل المسلحة وطبيعة السيطرة الأمنية على هذه المناطق هي اختلفت بشكل كبير الآن لدينا مناطق كانت تحت إدارة إقليم كردستان وانسحب منها قوات إقليم كردستان بعد الاستفتاء في عام 2017 وأيضا هناك مناطق لم تكن تشغلها فصائل مسلحة أو قوات من الحجد الشعبي وهي الآن يتحت سيطرة هذه الفصائل وبعض قطعات وألوية الحجد الشعبي بعد عمليات التحرير والحرب على تنظيم داعش الإرهابي إذن هذه المناطق هي صحيح ممسوكة أمنيا من أطراف مختلفة لكن هي تعتبر موردا اقتصادية للكثير من الأطراف المسلحة هي تعتبر أرضا رخوة لاستهداف إقليم كردستان الكثير من الاعتداءات التي تعرض لها إقليم كردستان كانت تنطلق من هذه المناطق من مناطق شرط نينواء من مناطق شمال كاركوك بالإضافة إلى مناطق نشاط قليم داعش الإرهابي موضوع الحجد الشعبي سواء بالمناطق المتنزع عليها أو حتى المخاوف اليوم من أن ينتشر الحجد الشعبي إلى جانب القوات الاتحادية على الحدود هل هذا موضوع تلقت أربيل حوله أي ضمانات من بغداد هل أصلا هو مطروح بشكل واضح وصريح الآن أو لا ذا عدنا إلى الفترة السابقة وتحديدا فترة التصعيد تجاه إقليم كردستان كان واحد من المطالب التي طرحتها حكومة قليم كردستان في الحوار السياسي مع بغداد أيام الحكومة السابقة مسألة إبعاد الفصائل المسلحة وفصائل الحجد الشعبي عن تخوم قليم كردستان في الوقت الحالي بعد تشكيل الحكومة والاتفاق السياسي الذي انعكسه على طبيعة التصعيد واتجهة أو جنحة هذه المجامع التي كانت تستهدف قليم كردستان عن استهدافه بشكل مستمر والتصعيد المستمر أتصور بأنه لم يعد الآن هذا الأمر يشكل تهديدا أو يتصدر التهديدات التي تواجه قليم كردستان بحكم أنه من كان يستهدف قليم كردستان هو يحظى بغطاء سياسي من أطراف منظوية تحت الإطار التنسيقي الداعم إلى الحكومة الحالية لكن أتصور بأنه لا يزال هذا الأمر مسألة وجود جماعات قد لا يثق بها قليم كردستان وهي لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة الحالي أو السابق أعتقد بأنه يبقى مصدر قلق ومصدر خطر لإقليم كردستان وحتى للمصالح الاتحادية العراقية ومركزية القرار السيادي والقرار الأمني العراقي في هذه المناطق أو غيرها من الفراغات الأمنية شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة معنا من أربيل إلى دكتور مهند الجنابي ناشط الحقوقي وأسرد العلوم السياسية وصف نائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي وضع الأمن المائي للبلاد بأنه في خطر المندلاوي أشار إلى أن بعض دول الجوار لم تراعي حقوق العراق المائية مضيفا أن ذلك أسهم في تدمير الأراضي الزراعية وتشفيف الأهوار هذا ويعاني العراق من أزمة مياه ينحي فيها باللائمة على تركيا وإيران وذلك لعدم التزامهما بالاتفاقيات الدولية وتعديهما على حساسه في هذه النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيسا للجمهورية ومحاولة فرنسية بسيناريوهات ثلاثة أسقطت القوات الحكومية الميليشيا أيضا العائلات من التوجه إلى حضار لفعل نتهم ميليشيا الحوثي بقتل هؤلاء الضحايا صنع القرى لا يتم في صنعاء ولا في صعداء هل فعلا المجتمع اليمني على وشف ثورة ضد هذه الميليشيا ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الانقلابية عبدوا التريجة إطالة أمد الصراح لسنا مستعدين أن نرسل أبنائنا إلى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثية ثقافة السيد لن تكون هناك ثورة إلا من داخل صنعاء نحن في تعز نعيش حالا من الهلع ميليشيات لا تختلف في سنوكها عن جماعات أخرى صنفة ترهابية لماذا الميليشيات الحوثية لا؟ يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد مسود هذا الدستور الجديد المشهد في تونس تعيش مقصمة يتم اليوم تمكين رئيس الجمهورية من الاتلاع على مسودة مشروع الدستور موقف الشارع من كل ما يحدث من هذا الحوار ما هي مصلحة الاتحاد في إغلاق المجال الجوي الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم جدا ما هو المطروح فعليا إذا ما صوت التونسيون بلا؟ ما علاقة عيشنا إذا كانت تونسيون يعيشون في الخصاصة؟ الاحتمالات الكلة مفتوحة رئيس الجمهورية اليوم أمام امتحانا صعب هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيكون ممثلا بكل الشعب التونسي؟ هذا ليس مبرر كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالي سيتضمن الدستور الجديد في بابه الأول أولوية الاقتصاد بما أنه هو دستور مستقبلي ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستفادة؟ أهلا بكم من جديد استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان ديجلو وزير الخارجية الأثيوبي خلال مشاركة الأخير بالشماعات مجلس وزراء منظمة الإيقاد بالخرطوم بحضور السفير الأثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو والذي أكد في تصريح عن اللقاء أن الجانبين اتفقوا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية وفقا للآليات المشتركة بين البلدين فشل البرلمان اللبناني للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحدد جلسة جديدة الخميسة المقبل ومنذ نعقاد أول جلسة في 29 من شهر سبتمبر الماضي لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيسا للبلاد وذلك لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة للفوز بمنصب الرئاسة هذا وينص الدستور اللبناني على أن يفوز بمقعد الرئاسة ما يحصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس بواقع 86 عضوان من بين 128 في الجولة الأولى مع تسجيل لبنان ثاني أعلى معدل تضخم في العالم خلف زنبابوي وأمام فنزولا تتواصل الخلافات بين القوى السياسية وسط الشغور الرئاسي وتصريف الأعمال التنفيذي المجمد وفيما تتكرر جلسة انتخاب الرئيس دون أي تغيير ينتظر المعنيون تسوية خارجية يبدو أن مفتاحها إيران صحيفة نداء الوطن قالت أن ما يعرف بقوى ثامن من آذار تنتظر مفاعل القمة الفرنسية الأمريكية وانعكاساتها على مجريات الملف اللبناني مصدر ديبلوماسي في باريس أكد لنداء الوطن أن ماكرون سيحاول فصلة لاستحقاق الرئاسي اللبناني عن تعقيدات الملف النووي وكشف المصدر عن ثلاثة خيارات رئاسية ستكون مطروحة جديا بين ماكرون وبايدن يتقدمها خيار قائد الجيش العماد جوزيف عون باعتباره يستطيع تأمين تقاطعات لبنانية إقليمية دولية لانتخابه أو داعما انتخابه رئيسا للجمهورية فيما الخيار الثاني يتمحو أرحول استكشاف مدى قابلية واشنطن للسير بتسوية لبنانية تفضي إلى انتخاب مرشح الثامن من آذار سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية مقابل اختيار شخصية من الفريق السيادي لرئاسة الحكومة تمهيدا للعمل على تسويق هكذا تسوية خالجيا حيث لا يسير مكرون بأي حل لبناني دون موافقتهم أما الخيار الثالث فسيكون من بين لائحة المرشحين المطرحين للرئاسة ضمن مجموعة الشخصيات المصنفة وسطية أو توافقية في القاموس اللبنانية موسيقى 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 ولمناقشة كل هذه التطورات معنا هنا في الستوديو الصحفي والمحلل السياسي موفاء حرب مصر خير أستاذ موفاء مصر خير أهلا فيك معنا في استوديوهاتنا وفي هذه النشرة جلسة للمرة الثامنة بدون انتخاب رئيس وعلى ما يبدو مكملين مرة ثانية مرة عاشرة تفشل الطبقة السياسية اللبنانية بأن تصل إلى حل أو تسوية من دون فرد من الخارج يعني آخر استحقاقات دستورية في لبنان لم تستطع الطبقة السياسية اللبنانية أن تصل إلى حل ومنذ انسحاب الجيش السوري من لبنان في 2005 الذي كانت النظام السوري يفرض التسويات فشلت الطبقة السياسية بأن تنتخب أو أن تتخطى أي استحقاق دستوري من خلال المؤسسات اللبنانية أولا لأنه أنا أعتقد أنه النظام السوري كان يفرض ولكنه بعدما انسحبت سوريا من لبنان تم تحويل هذه الطاقة وهذه القوة إلى فريق محل لبناني هو حزب الله وهو الطرف الأقوى في لبنان بسبب السلع ما حصل مؤخرا أن حزب الله لا يستطيع أن يفرض ولكنه يستطيع أن يعطل هناك واقع في لبنان بأن الطبقة السياسية في لبنان والفرقاء اللبنانيين لا يستطيعون أن يصلوا إلى حل وتحديدا في مجال انتخاب الرئيس واليوم ما شاهدنا في مجلس النواب اللبناني هو تكرار لسيناريو يتكرر منذ عشر سنوات ولكن بنفس الوقت هناك ما يقول أن حزب الله يفرض كل شيء بالفترة الماضية لسيما بالسنوات الأخيرة ست وربما العشر الأخيرة هذا اليوم غير قادر لذلك قلت لك بأن الانتخابات النيابية الأخيرة لم تفرز أغلبية مطلقة في مجلس النواب هو يستطيع التعطيل ولكنه لا يستطيع الفرض كما أريد أن أذكر بأنه بالألفين وخمسة حين كان لقوى 14 أزور والفريق المعادي للوصاية السورية وإلى حزب الله وما يعرف بالممانعة لجأ حزب الله إلى الشارع في بعض الأحيان لتعطيل المسار الديمقراطي وفي بعض الأحيان وأنا لسه في مجال الاتهام السياسي كان هناك اغتيال سياسي ولم يسمح للنواب أن يذهبوا إلى المجلس هناك بدع لبنانية أسمها الديمقراطية التوافقية كلمة لا غالب ولا مغلوب هي بالفعل هي القضاء على الديمقراطية لأنه بالديمقراطية الانتخابات هناك غالب وهناك مغلوب بس ولكن هذه الخصوصة اللبنانية والتي تم استثمارها بالعقود الأخيرة أدت إلى عرف وهو ديمقراطية مشوئة تدعى الديمقراطية التوافقية لذلك أنا لا أعتقد بأن هؤلاء الذين يقومون اليوم الكتل السياسية في لبنان والأفريقاء الأقواء في لبنانية يستطيعون أن يصلوا إلى حل في ظل المركب الحالي لمجلس النواب حيث لا يوجد هناك أغلبية مطلقة لأحد إذا كانت التسوية تأتي من الخارج بشكل أو بآخر في لقاء بين ماكرون وبايدن هل لبنان أصلا على الطاولة؟ أكيد هناك الكثير من الأمور المشتركة بين بايدن والرئيس ماكرون خصوصا أنها أول زيارة رئيس دولة في عهد الرئيس بايدن هي لماكرون في فرنسا الرئيس الفرنسي ولكن حجم الاهتمام في لبنان لن يرقى إلى مستوى الملفات الكبرى فرنسا معنية بلبنان أكثر من أمريكا البيت الأبيض والرئيس شخصيا لا يتدخل بالملف اللبناني كما يتدخل الرئيس ماكرون بالملف اللبناني وكما تعرفين هناك لجنة ثلاثية سعودية أمريكية فرنسية لا أعتقد أن هناك خلاف بين الأطراف الثلاث فيما يخص الوضع في لبنان ولكن هناك مقاربة مختلفة في بعض الأحيان وهي مبنية على أن الولايات المتحدة لا تتدخل مثل ما نقول بلبنان بالامفرق يعني لا يريد الدخول بتفاصيل الأسماء فرنسا معنية أكثر ولها باع أكثر في الحياة السياسية اللبنانية ولها قدرة بالتعاطي مع مختلف الفرقاء اللبنانية يعني كما تعرفين أن فرنسا لا تتردد بالالتقاء بحزب الله في لبنان ولكن الأمريكية لا يتكلمون مع حزب الله السعودية لا تتكلم مع حزب الله ولكن الفرنسيون يقومون بذلك بين الحين والآخر وهم مستعدون أن يذهبوا بالصفقات والكسويات كما عودونها ولكن فرنسا لوحدها غير قادرة أن تفرض حل لأنه إيران وهي الراعي الأساسي لحزب الله في لبنان تتمسك اليوم في الورقة اللبنانية وليست هي في أي مجال مستعدة أن تقدم أي تنازل هذه الأيام وقد كشف عن ذلك المرشد مؤخرا حين تحدث بأنه لبنان وسوريا والعراق واليمن هما من منظومة نسجتها إيران لحماية المصالح الإيرانية فكيف هو الوضع اليوم؟ قدمت اتفاقية ترسيم الحدود قدمت اتفاقية ترسيم الحدود وقام بها حزب الله وهي لمصلحة أنا أعتقد إيران في لبنان أنها مستعدة أن تقوم بتسويات ولم تكن التسوية خارج النفوذ الإيراني إنما النفوذ الإيراني كان معني مباشرة بملف ترسيم الحدود بس ولكن اليوم الوضع الإيراني الداخلي أو فيما يخص المفاوضات النووية يجعل من إيران تتمسك بأي ورقة تعتبر بأنها نفوذ إيراني في منطقة الشرق الأوسط ولبنان هو جزء من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط من تريد إيران رئيسا للجمهورية في لبنان؟ أنا أعتقد إيران أوكلت سياستها في لبنان إلى أمين عام حزب الله من يرشح حزب الله للإيرانيين الإيرانيين يدعمون من يرشح حزب الله؟ أنا أعتقد أنه المرشح الحقيقي لحزب الله هو إسلامي الفرنجيين على أي أسس؟ إذا كان طيار الوطني الحر لديه كتلة أكبر بالبرلمان هل يمكن لحزب الله يتخلى عن حليف مسيحي لديه كتلة بهذا الحجم بالبرلمان للذهاب إلى مرشح الحزب الله؟ أعتقد أن هذه هي المشكلة اليوم بأن حزب الله يريد أقناع جبران بسير ولكن أحب أن أشير أنه بعد اتفاقية الدوحة أقنع حزب الله الرئيس ميشيل عون وكان آنذاك نائبا بأن يتخلى لست سنوات لمصلحة الرئيس السابق ميشيل سليمان وبالمقابل أعطى الرئيس ميشيل سليمان عهد بأنه يتم توزير معظم الوزراء في الحكومات لصالح التيار الوطني الحر هل ممكن أن يكون هناك تسويع مشابهة لذلك بحيث يوعد التيار الوطني الحر بأنه سيكون له النصيب الأكبر من الوزراء المسيحية في لبنان من أجل قبول برئاسة سليمان الفرنجية هذا كافا بالنسبة للتيار الوطني الحر؟ يعني بالتسأل للتيار الوطني الحر أو إذا كان مستعد الأمين العام أن يقول هذه المرة لجبران بسير وسليمان الفرنجية هذه عين وهذه عين كما تذكرين أنا ذاك حين أقنعوا سليمان الفرنجية بأنهم يريدون أن يذهبوا بخيار الرئيس ميشيل عون أنا ذاك قال لهم الأمين العام أن أسلمان الفرنجية عين وهذا عين ووعدوا ربما أسلمان الفرنجية أننا سنأخذ اليوم الرئيس ميشيل عون رئيسا وأنت ستكون المرشح في المرحلة المقبلة هل يستطيع جبران أن يقبل بذلك؟ هل يعتقد جبران بأنه إذا قبل بهذه التسوية سينتهي الطيار الوطني الحر؟ لا أحد يدري بس ولكن لبنان بلد التسويات وبلد الصفقات وبلد فرض الإرادات الخارجية على الطبقة السياسية هل هذا يعني أنه اليوم كل الأسماء المطروحة والتي يتم تصويت لها بالبرلمان لرئاسة الجمهورية هي أسماء غير جدية؟ يعني الأسماء الجدية الوحيدة هي إسلامين الفرنجي والجنرال جوزيف عون أنا أعتقد هل لديه فرص الجنرال جوزيف عون؟ أكيد أكيد الطبقة السياسية في لبنان مؤخرة كانت تفشل بأن تأتي بشخص سياسي رئيسا للجمهورية من عهد الرئيس إيميل لحود الولايات المتحدة لها علاقة جيدة دائما مع المؤسسة العسكرية في لبنان والسياسة الثابتة الوحيدة في لبنان لولايات المتحدة منذ ميات الحرب هي الجيش اللبناني لم تتوقف المساعدات الأمريكية لجيش اللبناني منذ العام 1990 فهناك ثبات في السياسة الأمريكية في مقص الجيش اللبناني ولكن هل يترى ستدعم شخص؟ أنا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بدعم شخص يريدون أولا أن ينسقوا مع المبنك العربية السعودية ومع فرنسا لأنهم على تواصل أقرب مع الوضع السياسي في لبنان ولكن لهم سياسات ربما الولايات المتحدة مستعدة أن تذهب إلى صفقات خصوصا المفاوضات التي أدت إلى اتفاقية ترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل تعرفت الولايات المتحدة على الأفريقاء واللاعبين في لبنان وأبدو استعدادهم أن يتعاطوا معهم بالطريقة التي يحبزها اللبنانيون صفقات وتسويات ووعود فرنسا نفس الشيء؟ فرنسا معروف أنه دائما تذكري بعد الانفجار ماكرون جاء إلى لبنان مرتين وعقد طاولات حوار ورمأ الكثير من الكلمات آنذاك احتج عدد كبير من اللبنانيين علىها حين قال هناك ضرورة بتطوير النظام اللبناني وفسر بأنه يريد أن يعدل الطائف وما إيرانك سرعان ما استدركت فرنسا وعادت إلى الموقف السياسي المعلن اليوم لكن فرنسا على تواصل تشطل بالانفرق في لبنان والفراغ مستمر للأسف شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هنا في الستوديو مفاحة ربء الصحفي والمحلل السياسي وبهذا مشاهدين نصل إلى ختم هذه النشرة أعود وأبقاكم بعد ساعة من الآن في الأخبار النيلة